ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لست مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو هيعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل او على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة يعني لو انت عاملة كوبات شاي او نستفيد تقدر ان انت تثبتيها على الجهاز ده وهي بتفضل سخنة مش بتبرد بسرعة بعد كده هنشوف عندنا اداة لصنع الزلابية او السنبوسة او مختلف انواع الفطائر طريقة استخدامها سهلة جدا وبتديك احجام متسوية للعجينة اللي انت عاوزة تعمليها وفي نفس الوقت تقدر تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وهنا معانا مجموعة من كتع تثبيت الستاير تقدر ان انت تثبتي بها الستاير بالشكل ده وطريقة تثبيتها بتكون سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بتساعدك انك تمسكي بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه وهنا معانا المصفة اللي تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الفكهة او الخضار او تقدر ان انت تصفي عليها الموعين بعد ما تغسليها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها عندك في المطبخ وتنظم عليها مختلف انواع الخضار زي مثلا التوم او البصل او الزنجبيل او الفلفل او تقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزها هنا بقى هنشوف عندنا مجموعة من ادوات التثبيت اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة من غير ما تحتاجي لدبل فيس او اي اداة تثبيت وتقدر ان انت تثبتي عليها مختلف الادوات او اي حاجة انت عاوزها وميزة الاداة دي انك لما بتيجي تشليها مش بتلاقي اي اثار لزق مكانها على الجدار هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لاكياس الكمامة طبعا تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار او على دلاب المطبخ او في اي مكان انت عاوزها وتستخدمي منه الاكياس دي بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نعصر او نستخرج كل بواق الكريمات اللي بتبقى موجودة عندنا في مختلف العبوات وطبعا تقدر ان انت تستخدميها على معجون الاسنان او اي نوع مرهم عندك بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تثبتي بها الملايات او المفارش على السرير عندك بحيث ان الملايات او المفارش عندك تفضل ثبت على السرير ما تتحركش بعد كده هنا معانا منظم وموزع لمختلف انواع المشروبات اللي احنا بنفضلها وهو بياخد معاك حوالي خمسة لتر من العصير تقدر ان انت تنظميه عند جوه التلاجة او برا التلاجة وبيبقى في حنافية بحيث ان انت تستخدميه جوه التلاجة بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلابية او السنبوستة او القطايف وتقدري من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدري تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة مميزة بتساعدك ان انت تعملي من خلالها صجوء او تقدري تحشي المنبار بكل سهولة تقدري تعملي من خلالها الاكلات دي من غير ما تاخد منك وقت ولا جهده خالص بعد كده هنشوف عندنا الاداة او المضرب اليدوي تقدري من خلاله تخفقي البيض وتعملي مختلف انواع الصصات وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وعملي بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة تلاتة في واحد المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة او الخضار زي مثلا تقدري ان انت تقطع البطيخ او الشمام لكذا شكل زي مظاهر كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا البسكت اللي بيجي متوفر فيه جزء من تحت تقدري ان انت تنظمي فيه اكياس الرول وتقدري تستخدميها من خلاله بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلبية او السنبوسة او القطايف وتقدري تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدري ان انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير وهنا معانا الممساحة المارينة جدا زي اللي تقدر ان انت تعصري منها كل الميا وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط او المرايات او الشبابيك وهنا معانا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تديفي في ستبون السائل وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديك وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معاها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه بعد كده عندنا القطعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على قرورة الميا عندك وهي بتساعدك انك تستخدمي الميا من القرورة بكل سهولة ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده اقول لك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهارد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة